مرحبا صباح الخير لكم جميعا هذا الفيديو مش عن موضوع الرعب القادم يعني اللي عبي فكروا فيه العديد من اللاجين بألمانيا وهو تمديد الإقامات فعبتصلني كمية من الأسئلة بأنه شو رح يصير هلا بالفترة الحالية رح يمددوا لنا إقاماتنا ولا ما رح يمددوا شو رح يصير معنا وطبعا هاي الأسئلة عبتجي يعني من العديد من اللاجين اللي بيحملوا إقامات مختلفة من اللاجين اللي معهم إقامات لجوه من اللاجين اللي معهم حماية سنوية يلي جايين إعادة التوطين يلي معهم إقامة مناء ترحيل فالعديد من اللاجئين وحتى الأشخاص اللي معهم دولدون كمان عبي سألوني بالنشور حيصير فينا يعني شو ما صيرنا بعد هالأحداث المتتالية يلي صارت بألمانيا فهل رح يتم توقيف تمديد الإقامات هل سيتم مثلا سحب الإقامات من السوريين وحتى غير السوريين يعني بتعرفوا هاي العناوين الرنانية اللي عبي حطوها البعض كل يوم على فيديوهاتهم فالبعض يعني عبي روج لهذه الأخبار الكاذبة لهذه الدعاية الكاذبة لحتى يبس الخوف والرعب في قلوب اللاجئين يعني هاي القنوات قائمة على تجارة الخوف وطبعا هذا اسلوب يعني قبيح جدا وهلكم واحد يعني صرتوا بتعرفوهم يلي شغلتهم ليلا ونهارا بس الرعب في قلوب اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا فعبي صوروا المشهد وكأن الحكومة الألمانية عبتخطط حاليا لسحب الإقامات وترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين وخاصة اللاجئين السوريين وهذا الكلام عكس الواقع تماما فالحكومة ملتهية بشيء مختلف تماما تماما فمن يومين كانوا مجتمعين يعني اجتمعوا لمدة ساعتين ونصف في قمة اللجو الحكومة الألمانية والمعارضة ولكن طبعا ما توصلوا لنتائج يعني ما طلعوا بنتائج من هاي القمة ولكن ناقشوا مواضيع مختلفة تماما فالحكومة الألمانية ملتهية بثلاث شغلات رئيسية رقم واحد الحد من الهجرة غير الشرعية فالحكومة الألمانية بدها تقلل من عداد الوافدين لألمانيا من عداد اللاجئين لأنه البلديات مسقلة بالأعباء فبالتالي ما بينجحوا بإدماج هذول اللاجئين بألمانيا بالشكل المطلوب تغير رقم 2 ضبط الحدود فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عبيقول بأنه نحن لازم نطرد اللاجئين من الحدود يعني ما نسمح لهم بالدخول للبلاد ولكن طبعا هذا الشي يعني يتعارض مع القوانين الأوروبية وحزب الخضر رفض هذا المقترح وحتى كمان مراقبة الحدود بهذا الشكل المكسف جدا رح يأثر بشكل كبير على حركة الشحن والبضائع تغير رقم 3 استمرار عمليات الترحيل يعني لازم ألمانيا تستمر بعمليات الترحيل وخاصة بالنسبة للمجرمين والخطرين فهي هي التغيرات والمحاور اللي عبت ناقشة الحكومة الألمانية مع المعارضة ورح يرجعوا يجتمعوا بعد أسبوع أسبوعين لحتى يناقشوا هاي المواضيع النفسة فبالتالي ما رح يناقشوا يعني خطط لترحيل اللاجئين السوريين ولا حتى غير السوريين فبالتالي حابب طمنكن ما فيه أي تصريح من أي مسؤول بالحكومة الألمانية عن وجود نية لدى الحكومة بسحب الإقامات وعدم التمديد وترحيل اللاجئين السوريين وغير السوريين ما فيه خطط بهذا الأمر وما فيه نقاش بهذا الأمر بالفترة الحالية ولو فيه شيء يعني كنت خبرتكن يعني ليش لا أخفي عليكم هذا الموضوع لو فيه شيء جدي وخطير فكنت خبرتكن يعني بشكل مباشر وتعرفون يبنوا للأخبار بصراحة مطلقة بدون تعديل بدون تجميل وبحكي الحقيقة كاملة ولكن صدقا ما فيه نية عند الحكومة بأنه تسحب الإقامات وترحل يعني هذا الموضوع غير موجود حاليا ولا حتى عبتم نقاشه وحتى الأشخاص المتسامح معهم اللي معهم دولدون يعني المفروض هدول الأشخاص اللي بلشوا فيهم في حال صار عمليات ترحيل كبيرة بألمانيا فحتى هدول ما حدت جاء بسيرتون يعني ما فيه ترحيل حتى للأشخاص اللي معهم دولدون يلي تم التسامح معهم بألمانيا يلي فيه عندهم عائق أمام الترحيل فبالتالي ما فيه خطط ونية عند الحكومة بسحب الإقامات من اللاجئين وإلغاء تصريح التسامح والترحيل بعدات كبيرة ولكن هذا الشيء طبعا ليس دعوي للتساهل فلازم تستثمروا الوقت في الفترة الحالية وتتعلموا لغة ألمانية وتروحوا وتشتغلوا كمان يعني تبلشوا بسوق العمل تدخلوا سوق العمل وتنتقلوا لوضع أفضل يعني تهدوا الإقامة الدائمة أو الجنسية لأن هذا الشيء اللي بيعطيكم الحماية الأكيدة من أي تغيير مستقبلي محتمل فاستغلوا الوقت يعني لسه ماكن وقت منيح لحتى تضبطوا أوضعكم بألمانيا ما فيه تغييرات قريبة ولكن لاحقا في حال تغيرت هاي الحكومة وعلى أغلب رح تتغير في خريف العام القادم فممكن شوي تزداد الصعوبات على اللاجئين بألمانيا طيب شو هي التغييرات القادمة الأكيدة بألمانيا اللي أكدتها حكومة إشارة المرور فيه ثلاث تغييرات رئيسية تحدثت عنها الحكومة الألمانية سيتم تطبيقها في المستقبل يعني لسه ما تنفذت كمان حكومة ألمانيا أطلقت حزبة مؤلفة من ثلاثة تغييرات رئيسية مال علىها طبعا بسحب الإقامات تغير رقم واحد رح يتم تجديد قانون حيازة السلاح بألمانيا وخاصة السكاكين يعني التركيز على السكاكين اللي عبي يحملوها بعض اللاجئين بألمانيا سيتم فرض حزر مطلق على حمل السكاكين في المهرجانات الشعبية في الأحداث الرياضية في الفعاليات في المعارض بشكل مطلق يعني هاي الأماكن ممنوع حمل السكاكين فيها منعا باتا وسيتم فرض قيود خاصة على حمل السكاكين في محطات القطار الرئيسية وفي القطارات قطارات المسافات الطويلة والقطارات الأقليمية بالإضافة للباسات فرح يتم إعطاء المقاطعات فرصة للتقرير بهذا الشأن يعني المقاطعات هي اللي بتقرر شو هي القيود اللي رح تكون مفروضة على حمل السكاكين في محطات القطار وفي القطارات والحافلات وفي وسائل النقل العام بشكل عام وسيتم إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات للتفتيش في محطات القطار بألمانيا يعني شرطة ممكن توقفنا بشكل متكرر بشكل يعني بزيد عن المرحلة السابقة فممكن الشرطة تكسف عمليات التفتيش في المحطات في محطات القطار وهن معن صلاحيات بهذا الشأن فبالتالي ممكن الشرطة في المستقبل توقفنا في محطات القطار الرئيسية وتطلب مننا تفتيش الحقيبة مثلا بحثا عن السكاكين فبالتالي شرطة رح تتمتع بمزيد من الصلاحيات وكمان رح يسمحولهم باستخدام أجهزة السعق على نطاق أوسع من السابق يعني مسمح لهم يعطونا سعقة كهربائية في حال المقاومة طبعا وعدم الامتسال لأوامر الشرطة تغيير رقم 2 سيتم في المستقبل سحب الإقامة وإلغاء وضع اللاجئ عن الأشخاص الذين يزورون أوطانهم بدون وجود سبب أخلاقي مثل حضور جنازل الأقارب مثلا بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية فالعديد من اللاجئين السوريين والأفغان طالبي اللجوع بيزوروا بلدهم مع أني هن حاصلين على حق اللجوع بألمانيا وهذا شيء يتعارض مع مبدأ اللجوع فبالتالي رح يتم التشدد بهذا الأمر على جميع اللاجئين طبعا ليس السوريين والأفغان فقط كل جهاز حاصل على حق اللجوع بألمانيا حتى لو كان مصري تونسي يمني صومالي ما بتفرق الجنسية يعني فطالب اللجوع اللي بتم كشفه بنزار بلده الأصلي وقام هناك بقضاء إجازة فرح يتم سحب الإقامة منه وإلغاء وضع اللاجئ ننتقل للتغيير الثالث والأخير القادم بهذه الحزمة يلي وافعت عليها حكومة إشارة المرور وهو تشديد الخناق على لاجئي دابلين فبالتالي كل اللاجئين اللي عبجوا لألمانيا مرة تانية يعني بعد ما يكونوا قدموا طلب لجوء في دولة أوروبية أخرى وعبير جعوا بجوا لألمانيا اللي عدموا طلب لجوء مرة ثانية فهدول اللاجئين رح يتم تشديد الخناق عليهم بشكل كبير جدا فرح يتم حرمانهم من المساعدات المالية يعني ما في مصاري كاش ورح يتم حرمانهم كمان من بطاقة الدفع فبالتالي ما رح يحصلوا على مساعدات مالية أطلاقا ولكن رح يحصلوا على طعام وشراب وسرير للنوم وبعض المستلزمات والحاجيات الشخصية مثل أدوات النظافة ولكن غير هيك ما في شيء تاني فبالتالي مثل ما بيقولوا بالعامية تطفيش رسمي لحتى يغادروا ألمانيا يتركوا ألمانيا ويرجعوا لبلد اللجوء الأول وهنيك بيتابعوا إجراءات اللجوء الخاصة في يون طبعا المستشار تحت الضغط الشديد من عدة أيام من وقت الهجوم فبالتالي اتفق مع حكومته على هاي التدابير يلي رح يتم تطبيقها في المستقبل فبالتالي هذا هو كل شيء فهي كانت التغييرات السلاسل قادمة بهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم كان معكم الهام بوزان تبقوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء